وارجعنا لكم من جديد على كوين فري من افضل البرامج اللي تشتغل عليها من تليفونا كوينتا مغمض هي البرامج اللي هتلاقيها عندنا على كوين فري اليوم هنشرح مع بعض برنامج كريبتو كارد لربح عملة الفي اتش تي والربح صور الان اف تي وكمان هنعمل مع بعض اثبات سحب خمساشر دولار سامحنا شايفين دلوقتي معانا ستة واربعين الف عملة في اتش تي البرنامج طبعا سهل وموجودة على كل المتاجر حاليا منضاف للابل ستور كمان في الناس اللي هي كانت بتعاني مش موجودة على الابل ستور حاليا موجودة على الابل ستور ولو ملوتوش على الابل ستور هتحول بلدك الى امريكا هتلاقيه موجود او لو تستنى شوية ممكن يضاف في البلد بتاعتك مفيش اي مشكلة ده محتوى الحلقة النهاردة رو اخبرك المحتوى تستيش تعمل لايك وانت بتتفرق عليه هسيب لك الرابط اسفل الفيديو وكمان هسيب لك معا كود الكود هديلك الف وماتين قطعة تبدأ بهم السحب طبعا بيكون من عشرين الف انت هيكون معاك الف وماتين يعني توصل للحد الادنى للسحب وتسحب بدون اي مشكلة بالاضافة كمان هقول لك ممكن تستفد بالربح اللي انت هتكسبه او مش عايش تسحب بيها احاكي لك حاجات كتيرة النهاردة فيلا ندخل مع بعض فشير هسيبك طبعا الرابط اسفل الفيديو هتلاقي زي ما انت شايف صفحة التسجيل بالشكل ده هتتعلم هنا بالشكل كده وهتخش طبعا بجميل او اي حاجة زي ما انت عايز بتختار طبعا الايميل اللي انت هتدخل بيها هتلاقي واجهة في وشك طبعا زهر لك في الشاشة هو الكود ده اللي هتستخدمه اللي هيكون لك الف قطعة زي ما انت شايف طبعا بتيجي هنا تقول له او بيقول لك اعمل طبعا انت بش تلاقي عندك لكن انت هتنزل مباشرة يعني انت هتنزل من الرابط هتنزل اخر اصدار انا عندي عشان موجود بالتليفون فأعمل له تحديث طبعا هتلاقي بنفس فكرة نفس البداية في الاول لكن هزر معاك الكود او هيزر معاك صفحة الكود زي ما انت شايف طبعا الكود اللي في اوشك هتيجي هنا تحط الكود بالشكل ده وبتيجي تعمل ومجرد ما تدخل بالكود زي ما انت شايف بيبقى عندك متين في خمسة الف ومتين لو قررت كده هتلاقي زي ما انت حدك شايف الف ومتين طيب انت الوقتي معك الف ومتين تقدر انك انت تسحب لو وصلت عشرين الف تقدر بقى توصل للعشرين الف ازاي? في اكتر من طريقة صاحبية اشارح لك الطريقة الاولانية اللي هي السهلة جدا طبعا تجي هنا على انفيتار بص عشان الناس بتقول لي انا باخد الكود وبدخله في اياميل تاني مش بيوصلني حاجة اتفقنا يا جماعة عشان تاخد البورنس بتاعك هتاخد الرابط بتاعك زي ما انت شايف او الكود وهتخرج من الحساب ده وتعمل حساب جديد وهتدخر بالكود يعني فكرة سهلة انت واللي هتبعت له يعني انا وانت هنستفاد من الطرفين يعني كله بيستفاد انت هتدخل بالكود بتاعك تاخد الف قطعة وانا باخد من وراءك 200 قطعة فكل الطرفين بيستفاد ولكن الفكرة ازاي مش بتاخدها في نفس الوقت يعني انت عشان انت دلوقتي اخدت الكود انت بس اللي بتاخد عملات ولكن انا عشان اخد عملات لازم انت توصل ليفل 3 فلازم تعرف انك لو عملت حسابات لازم كل ليفل توصله ليفل 3 هتاخد عليه 200 عملة لو وصل ليفل 10 هتاخد عليه 1500 لو وصل عليه ليفل 100 طبعا مش هيوصل ليفل 100 ولكن هيدك 10 تلاف مرة واحدة فدي اول طريقة ازاي توصل للربح بسرعة فاهمين تاخد الريفل بتاعك او الكود بتاعك وتعمل ايميل تاني فحوارزه سهل الطرق التالتة او الطرق التانية كل يوم بيفتح لك هنا لفة مجاني فبتيجي هنا تعمل اللفة بالشكل ده زي ما انت شايف بيطلع لك اما كارت اما بيطلع لك عملات فبتيجي تفتح هنا الكارت طبعا الكارت بيظهر لك زي ما انت شايف عشان هو الكارت بيظهر لك لو انت عايز بيقول لك ان اشوف الاعلان لو انت عايز شوف الاعلان شوفه مش عايز تشوف الاعلان فانت بمجرد ما بيفتح معاك الاعلان بالشكل ده انت بتقفله ومش بنقص عنك انت تشوف فيديو مش شرط عليك انك انت تشوف الفيديو وبيبقى بالشكل ده معاك الكارت بيظهر فين الكارت هتلاقي صاحب الكارت عندك تحت اهو عندك اتنين كارت اول كارت خدته هدية من عندنا لما سجلت وتاني كارت انت لسه باخده من اللفه فبتيجي تفتح الكارت زي ما تشاهد بيديك تلات كروت او اربع كروت كل كارت من ده ليه سعر وتقدر انك انت تبيعه دلوقتي بمجرد ما بتستلمه بتيجي تعمل كده اوكي خلاص كده انت خدت البونس بتاعك وبتيجي تدوس عليها تاني عشان تاخد الكارت التاني وهكذا كل كارت بيبقى فيه اربعة وكل كارت زي ما احنا اتفقنا بيبقى ليه سعر وبتيجي طبعا هنا بيخيارك يا اما تشتري يا اما تشوف فيديوهات طبعا عشان انت معاك بونس فبتيجي هنا تعمل اها تشتري زي ما انت شايف بيطلع لك الكروت الكروت ديت بتوصلك فين يا عم احمد خلاص احنا اتفقنا كده اللي بتشتريه بيتخصم لك من هنا وبيتضف لك هنا فهتيجي هنا على الان اف تي بوس يا صاحبي كل صفحة من دولة ليها سعر لو انت جمعت الصفحات دي كلها زي ما احنا شايفين كده هتلاقي عندي انا مثلا لو دخلت في الصفحة الاولانية انا عن انا عندي هنا فاتح تلاتة الصفحة الثانية فاتح 6 فاضل لي 3 الصفحة الثالثة وحك ازا زي ما اتشايفين يعني هنا هو ممكن الصفحة اللي هنا اقربت افصال لها دي بوس عفوا كل صفحة من دولة ليها سعر يعني انت لو كملت لو كملت كروت دي كلها بتاخد طبعا عشر تلاف قطعة مرة واحدة بتيجي هنا تعمل لها عشر تلاف مرة واحدة بالاضافة بتقدر تبيع الكروت دي كل كارت اليوم سعر الكارت الازرق حاليا عامل خمس عملات هو كان عامل عشرة دلوقتي السعر نزل شوية. الاخضر ركز معي. بتقدر انك انت اتبيعه ما بين تلاتين لحد مية عملة. الاخضر ما بين تلاتين لحد مية. اتبيعه ازاي? هنشرح كل حاجة. ولكن احنا الوقت بنقول لسعار. الكرت الاحمر زي ما احنا شايفين بتبيعه من تلتمية لعشر تلاف. الكرت الاحمر ده ركز عليه جدا لان ده بيكون ان افتي تقدر ان كنت تسحبه على الاي سيريام. هنشرحه في حلقات له قدام. فازاي ما انا شايفين طبعا بيكون هنا عندك اتنين وعشرين صفحة. كل صفحة هتلاقي فيها مسلا كرت نزل بمجرد ما بتشتري الكروت هنا تلاقي الكروت نزلت لك هنا بالشكل ده. على كل صفحة بتملاها بيكون ليك ربح. فدي تاني طريقة. تالت طريقة يا صاحبي هنا فيه العاب لو انت بتحب الالعاب اتيجي هنا على الكرت بتاعك. وزي ما انت شايف بتيجي هنا اللعبة دي بتقول لك ازاي? ماشي الكسة دي ما بين العملات يعني انت كل ما بتدوس كده هي بتطلع وتنزل. كل هي ما بتعدي بين العملات انت بتحسيب لك عملة زي ما انت شايف عندها احداشر. وكل ما بتدوس بيطلع لي مسلا اتناشر تلاتاشر طبعا عشان ما مش بلعب بتركيز. فانا مش محتاج ان انا كده كده ايه? يعني انا هي دي فكرتها اللعبة انك انت تمشي الكرت ما بين العملات. وكل ما بتمشي اكتر بتاخد عملات اكتر. فانت طبعا ممكن توصل للعدد اللي انت لو انت بمراكز في اللعبة ممكن توصل براحتك. بالاضافة هنا فيه اللي هو الوقت يعني كل الوقت دايب طبعا بيكون دقيقة. انت ليك دقيقة فقط في اليوم تجمع فيها براحتك. فانت بقى براحتك. لو انت عايز تلعبها كل يوم. انا بقول لك على الطرق المجانية. طبعا عشان تنتهي ونكمل الشرح. فما تنساش تعمل لايك لو عجبك المحتاج وانت بتتفرج علينا. دلوقتي لانك دايما بتنسى وما بتعملش لايك. طيب بمجرد ما بي انتهينا بيقولك انت كسبت مثلا تمانية واربعين كتعة فبتقول له وكي شكرا الله بكال عادة بيفتح لك فيديو عشان هو يكسب من وراك. ولكن ده حقه. مش عايزش بقوم الفيديو. مش مشكلة في الابليكيشن وتفتحه تاني سهل جدا على كوين فري. فدي التالت طريقة. رابع طريقة يا عم احمد ازاي? بص اي كارت يطلع لك هنا ما تبعوش ابدا لان الصفحة دي خمسة مليون قطعة. لو جمعت الصفحة دي زي ما زي ما تشايفها كده تاخد خمسة مليون قطعة مرة واحدة. بالاضافة تقدر انك انت تجيب البرايفت كود بتاع 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 الاي سيريا متقدر انك انت تبيحهم في اي مكان. اللوقتي العملات ديت موجودة او الصور موجودة في اكبر صفحة على العملات الرقمية. فانت بقول لك من دلوقتي اي صورة تطلع لك هنا ما تبعهاش. طيب خلاص. احنا كده خلصنا الموضوع. ايه اللي تحت ده عم احمد? اللي تحت ده بص زي ما انا قلت لك. الكروت هنا بتشتري كارت لو انت عايز تشتري كروت. بتيجي هنا تشتري زي ما فلوس او عايز مسلا تفتح الاعلانات. في حاجات كتير جدا. انا طبعا مش جايش راح لك انك انت تدفع فلوس انت عارف قرنات كوين فري بتنزل لك دايما المجاني. احنا طبعا اسمينا كوين فري. فكل حاجة كون مجاني. فانت لو عايز تكتشافها اكتشافها مع نفسك. زي ما انت شاف طبعا كل حاجة قدامك. تسحب ازاي? السحب سهل جدا. اول ما طبعا ما توصل لحد لدن السحب بتروح طبعا على اي محفظة. محفظة المعتادة عندي او هي افضل محفظة انا بسحب عليها بالنسبة لي انا. فبتيجي تعمل كده على المحفظة بتعمل بالنسبة للاربعة وعشرين نشوفهم دولت كان السحب اللي هو سحبته اللي اسبوع اللي فات ما شلتهمش اصلا من محفظة. اختصر اما طبعا وبتيجي تاخد طبعا العنوان بالشكل ده طبعا عادي يعني ممكن تسحب على على اي محفظة عندك. المحافظ اللي بتدعم العملة ديت على 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 انا بالنسبة لي طبعا بسحب على اي حاجة براحتك. بتيجي هنا على زي ما انت شايف او بتيجي هنا على تلس شرط اللي فوق اللي هي زي ده نشايف بتبتح لك صفحة جديدة. الصفحة دي فيها اللي هي تاني واحدة من فوق. هنا بيقول لك العملة عام لأد ايه ورمز تقريب لها. وبيقول لك لو انت عايز تسحب بتيجي هنا على تاني واحدة حط العلون بتاعك الجميل اللي لسه نسخه. وتيجي هنا على او تحط اللي انت عايز تسحب كله. وبتيجي تعمل زي ما انت شايف كده بتزهر لك الرسالة ديت بيقول لك انت متأكد انك تسحب فبتيجي تقول له اوكي. وبالشكل ده بيكون عندك صفر لو انت كده ريحت تاني للحساب بتاعك تلاقي عندك صفر رصيد والرصيد بيوصلك في يوم ويوم ونص ممكن اخر ليومين. ما فيش اي مشكلة لكن هيوصلك مية في المية. لو انت بتسجل من عندنا. ما تقلقش لو في ثلاث ما وصلكش يكلمني على الايميل في هبعتهم لك من عندنا. دي فكرة تبيع ازاي بقى الكروت يا صاحبي وتتعامل بها ازاي? مبدأ ايا بص. خلينا كده نركن التليفون ده شوية كده ونشرح على التليفون ده عشان التليفون ده فيه فيه صور كتيرة وانا عايز ابيحهم مسلا دلوقتي هابيع مسلا شوية دلوقتي قدامكم. بما ان دلوقتي لست ساحة فما عندش حاجة لازم اعبعط هنا. بص يا صاحبي. هنا كل زي ما انت شايف هنا مسلا هنا يعطيني خمس كروت من الكرت ده فانا مش عايز منهم غير كرت واحد. فاجي هنا بعمل له سيل وباجي هنا اعمل له مسلا هبيع اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة لاربعة عاملين عشرين اوكي. فانا كده عندي عشرين زمان او قبل الزبوع اللي فات كان الاربعة عاملين اربعين. دلوقتي احنا بيعنا في الكرت فين الكرت اللي هو الكرت الازرق او الكرت اللي مش عارف اللون هو ايه. يسموه زي ما تسموه. هو في اللون ده واللون ده واللون الاحمر. وفي لون اصفر هيزهر لك لكن اللون الاصفر ده لو زهر لك بعد اولى على طول عشان ده غال يا صاحبي. بهزر معك طبعا حلال عليك. الكرت الاخضر ممكن انك كنت تبيعه مباشر هتبيعه بتلاتين. او انك انت تحط له السعر بتاعك. تعرف السعر بتاعه ازاي. فتيجي على او زي ما انت شايف. عافوا هتيجي على اخر واحدة. وهنا بتكتب مسلا اي اي رقم. اي رقم عشان تشوف هو بيقول لك اديه. وبتيجي تعمل هنا بيقول لك ما ينفعش انك انت تبيعه اكتر من السعر ده من اربعين لمية. فانت طبعا بتيجي تعمل مية. هتشوف كده ده عندي كم واحد منه قبل ما بيعه. عندي ثلاثة فبيعملوا اتنين مسلا. مسلا هبيعه بمية فبتيجي تعمل له اوكي. وخلاص بالشكل ده بيدخل واحد على المارتنج غيرك. طبعا كل بيع بيطلع لك ام الفيديو. مش هشوفك برضو يا فيديو. زي ما انت شايفه وبتطلع بالشكل ده. الكرت الاحمر ده كلهم ولكن الاحمر ده تقدر انك كزا تستعبله على محفظتك وتقدر انك انت تتخزنه. انا بالنسبة للكرت الاحمر ده طبعا مميز. الكرت الاحمر نفس الكلام برضو تشوفه والسعر بتاعه. تيجي تعمل هنا على سيل. وتيجي تكتب مسلا السعر اللي انت عايز تشوفه بكام. فبيجي هنا بيقول لك زي ما انت شايف اخر تلات تلاف دلوقتي هو كان عامل عشر تلاف الاسبوع اللي فات قلت لكم يا جماعة اسجله في اي حاجة تشوفوها عندي لان تبقى نزلة بمفاجآت ونزلة بحصري. فالحد دلوقتي سعرها برضو تلات تلاف ممتاز جدا الكرت يعني تلات تلاف لو عندك مسلا خمس صور فانت معاك سحبها كل مرة. فدي فكرة النهار ده يا صاحب لو وصلت معا لحد هنا ومعاملتش لايك هافشخ اليوتيوب عشان بينسيك انك انت تعمل لايك. فما تنساش تعمل لايك. ومزعالش على كلمة هافشخ مش عافو طلعت من ازاي اصلا مش عارفها اوصها ولا ايه. ولكن مش مشكلة. هنعديها ونشوفك في الجديد على كوين تري.